لدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أمين ويقول ليه الآية جاءت بالتعبير عن ربي جعلني مقيم ما قالش مؤدي للصلاة الأداء غير الإقامة الأداء هي القيام بالصلاة بشروطها وأركانها أنت بتقوم بالمطلوب الإقامة هي أنك بتأدي بتقوم بالأركان وبالشروط وكل حاجة وأنت في قمة الخشوع فهي تمام الخشوع على قدر الطاقة الإنسانية للمولى سبحانه وتعالى في أدائك الصلاة مش بتأدي الصلاة وإنت لا تشعر بالتسبيح بالقراءة القرآن بتؤدي الحركات بتؤدى وهدوء عشان تساعد نفسك على هذا الخشوع تقرأ القرآن وأنت خاشع مستمع لآيات الذكر الحكيم مسبح منزه للمولى سبحانه وتعالى بكل جوارحك ده معنى إنك إقامة الصلاة ودي الصورة المثلة التي يرجوها كل إنسان مؤمن أن يصل إلى قمة الذكر في أدائه للصلاة قمة الذكر لله تعالى بخشوعه لمولاه أثناء قيامه بأداء أو قيامه بأداء الصلاة ترجمة نانسي قنقر